موسيقى اذا عندك بولد ولا بنت خمم ونطيرها ما عندك شو نطيرها اخويا ما كان لها خدمة لها حاجة اخويا ما سفدنا لها حاجة يجيو لي بوصد جيش عالمن حاجة اخويا هالدوار جامعة طوالها فونتاج فيها حاجة رافي قريب العشرين عام اخويا ما زال ما جابوا حتى بروجي هنا قاعد البلدية يجيبوا فيهم لها بروجي بلك هادالثلاثة عهداء الثالثة عسيدة خادران بيديون بني فيها بلك وحث 300 لوج موات جديدة هادئة هبارة مكانوالو اخويا كان لي راه لاحق 30 اه 40 اه 40 عام 50 عام ما زال ما الزوج علاش مرقاش منيسكن هادا كين قولوا له خرج بره كين قولوا لحنا يا قولوا الزوجة طالبولي كيراش عالضو مبكينش لانباشي على وعشرة طافية كان الماء يراهم يطلقوا هنا من خمس ايام ستة ايام حتى 15 يوم طلقونا الماء الزوجة يطلقوا لانبولات روح شوف دور معانا وانطلقوا لانبولات ودور وشوف تابعينك تشوف من المشولهم قال معدنا شرامبولات الثانية زنق حاشاك وحاشاك هم زنق معمرين بالجلاخ لابوبال شوف ثلاثة ولاربعة والخميس وجمعة والسبت مكانش الليل في الجلاخ اول حاجة هذه القرية راها 98 ما استفدتها من حاجة من كل مشاريع مشاريع ترقوية مشاريع مشاريع الأطفال ملحاقات للأطفال ما استفدتها من حاجة المحلات هنا راه من 97 مبلعين بلا فايدة ما فيهم تفايدة راه من بلعين ومخلينهم اخويا حتى جينا في الدوميل ديز نوضنا فوضى هنا كنا غالطين نوضنا فوضى وغلطنا فيها ودنا رينيو ودخلنا لشوف الدائرة دخلنا طولة ووعود كذيبة ووعود راه من 98 نسم راه من الدوميل ديز وقال لك راكم استفداد من 20 سكن ريفي مكانش لحد الآن مجات 30 سوسيال ها هيونا راها جابوها النار دلنا هذه خطة تخنع لها دلنا معهريني وقال لك راها مقلعة 20 بالمئة راها 0 بالمئة هذه هنا ذا الدوار هذا احنا من ذرها الريف قدر يدرون نسيق قادر يدرون نسيق الخطر حنا اللي يجي تروح تدخال هنا نسرها ميتة عليها كلش هنا بروسما مشينا تخنع للوالي دي لنا رونبا يخدم لنا رونبا باش تلاميته وعناية احنا منين الروح والهي لجنة نورمون لجنة العولياء كائنة من هببارة اولياء غيب سيدي خالد هنا مكانش هنا روح تشدتهم مكانش رئيس بلدية معايسة هنا قال دير اولياء تلاميت كاين لي تلقى هدي بنت أسباح باش يخدم يمشي ويبلي عند السنوية احنا اللي جارنا ضايعين عدنا ثقافة عبالون معداش امكانيات عدنا ثقافة باش نلعبو ونديرو حاجة كبيرة ما عنداش امكانيات عبوليطة هنا قاموش شوف فينا عدنا الفيلياجنا هنا بشي نقوه موش نقيقاع ما نعايشين هنا في فيلياج خادمين وحدنا سلوطة مديرتنا والو عدنا استعد هنا ملعبوش فيه خارجة في الحجرة نورمان موطاوه باي خدمة ما خدموش هنا في البلدية ما خدموش والله اللي عاد يملا فيه الحجرة خاصنا ويني يلعبو البزاوز خاصنا بلاسة ويني الانترنت حذيانا ما دخلوناش عدنا الضوه هنا يعني لامبة تخدم لامبة ما تخدمش كي تقولهم عاوضوهم يقولوا كودي مكاش لامبات عدنا ارض هنا صالحة للبناء قادر في دقيقة قلعونا الازمة هذي اللي نطلب السلوطات تشوفينا شوية احنا عدنا واحدة المشكلة تاعة 140 سكن جابوها هنا من القرية تحبارة تابع البلدية تعسي ديخال جابوه من سيد الحسن وجابوه من جواهر كان 140 سكن واحنا هنا المشكلة تاعة السكن كان 450 ملف على الاقل في البلدية تعسي ديخال علي احنا نسلكو الناس الاخرين ونخلو الملفات هنا في البلدية غير بعد يسكدوا اولاد سي ديخال اولاد هبارة وبعد يجيبوا الناس الاخرين كان 16 مقطار هنا المشكلة تاعة سي ديخال تاعة السكن قادر تحله في ذا القرية هنا كان 16 مقطار بعد تشوفها غير صالحة للزراعة الناس راها تبني في الاراضي الصالحة للزراعة قلت لي احنا واستهوار اللي خاصنا خاصنا السكن لولادنا احنا السكن را ما عدناش ونانا مغبونين بزاف وخيرانا مغبونين وهذا الدوار ذا في لاجه هبارة مبلعين عليهم مبلعين عليهم مبلعين عليهم المريون يجيب فوطوا عليهم يعودون يقولنا نخدموا وما يخدموا والو شاف الدائرة ونمشوا عدها يتبلغ علينا يقول لك وهي كاين وهي مكان والو الآن في الحوصل ووصلوها القديم به الوزارة يشوفوا شاساري في الفيلاج عندنا اولادنا صباح يبكروا في الجليد يروحوا البروشما كل الوطا يحبسوا عليه وستيقلاسه صباحنا في البروشما كان بارش بكريسة عجادر مياه ونقلع وضروا كل البروشما يتمشوا ويجوا يتمشوا مغبونين وحنا مغبونين في السكان عاداك شحال من قام وهنا كاين يرقدوا ربعة في دار واحدة وجو البروشما شروا الارض هنا وشار باعت لهم باعت البروشما جابتهم بايد كالي جابوهم مصطيف وجابوهم من عنابة رأو هنا عدنا هات شبيباء رأى ضائعة مستة وتسعين هنا ما طاوهمش تحاجق هذا رئيس البلادية من قربو الفوطيجوهم اندرونكم واندرونكم واندرونكم واندرونهم موالو هذه القرية مستة وتسعين من حدي ابنا وذو ما طاوهم موالو الشبيباء لهذا الضيع خصهم استعداء خصهم تاسبور خصهم كلش قال كالدولة خصهم ما طاوهم كالدولة دوار هبارة استفاد من برنامج سكن من 20 سكن ريفي و30 سكن إجاري اجتماعي فيما يخص السكن العشرين ريفي ان شاء الله سنقسمهم في الأيام القادمة وفيما يخص السكن الاجتماعي المقاول الرهيبني وان شاء الله نستفيد من هذا السكن فيما يخص قاعة العلاج بهبارة استفاد من مبلغ مئة مليون سنتيم سنقسمها ان شاء الله وعندنا هنا فيما يخص الملعب بهبارة هنا ميزانية مئة مليون سنتيم سنقسم الملعب بلدي وفيما يخص إنارة عمومية نرى أننا سجلنا عملية في دوار هبارة ان شاء الله عام 2016 ان شاء الله تكون كاينة إنارة في دوار هبارة